زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها يقولون أن هذا يعتبر شهواني للنساء وكل ما يفكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج الأطفال القاصرات هل هذا صحيح أم لا؟ عفوا تورية وإيمان إبراهيم مين بحب يجاوب أولا؟ قبرتك يا إيمان أجاوب؟ تفضلي أختيما بسم الله الرحمن الرحيم هو أولا المشبهة دي فيها شطين أولا سن زواج سيدة عائشة رضي الله عنها وفرق السن بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسنها هي تتزوجت وهي قادرة على الزواج يعني حتى لو السن ده تسعة سنين فأصلا الحاجات حتى الوستر ستاديس بتقول أنه ممكن جدا السن البلوغ ممكن حتى من ستة لتسعة ممكن بعد كده أو قبل كده على حسب البيئة اللي موجود فيها البنت دي ثاني حاجة أنها تزوجت وهي ناضجة بموافقتها بموافقة وليها أبوها وأمها سيدنا أبو بكر السديق رضي الله عنه وأمها أم رومان ثاني حاجة فرق السن بينها وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرق السن ده أصلا يعني الموضوع ده لم يثار إلا حديثا لكن هو لو كان فرق السن ده حاجة يعني مش طبيعية في وقتها كان أثاره أعداء الإسلام من ساعة زواج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها لكنه لم يثار ولكن هو أثيرة في الحاجات الحديثة وأصلا في الكتاب اللي هو الإنجيل أو التورة في قصص كثيرة جدا منها مثلا خطبة سيدة مريم رضي الله عنها يعني مع يوسف النجار الفرق ما بينهم كان كبير جدا هي تقريبا 12 سنة وهو 90 سنة هذا الفرق موجود السيدة عائشة رضي الله عنها أولا ورد عنها حديث صحيحة كثيرة جدا لم تشتكم منها من فرق السن لو هنيجي بقى للحالة النفسية اللي بيقولوا عليها دلوقتي والأبريشن لم تشتكم من السن كانت مضيقة في كل الأحديث التي رويت عنها رضي الله عنها وأرضاها لدرجة أنها رويت أحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أنها تكون ضدها زي وصفها للسيدة الصافية بأنها قصيرة هي اللي رويت الحديث ده مش أحد تاني فالسيدة عائشة رضي الله عنها يعني مما روية عنها واضح النطج يعني هو حتى توفي رسول عليه الصلاة والسلام وهي لم تكم من العشرين ومع ذلك الأحديث التي رويت عنها وهي رضي الله عنها وما روية عنها من رجاحة عقلها يعني تقول فعلا أن هي تزوجت وهي أيوة في أحديث عن أنها كانت تحبت ترى لعب الأحباش وده عادي جدا في السن ده وهي تطورت مع الزواج بس فهوية كانت مخطوبة قبل خدبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل زواجها منه فهو ما أثير حديثا ده يعني لا يعتد به لأنه هو أصلا مردود عليه حتى في الكتب الأخرى اللي هم بيعتبروها مقدسة هو موجود فرق السن ده يعني ما شو الله أعلى وأعلم إن شاء الله حكيت تقريبا كل النقاط اللي كنت حاولها إن شاء الله الأخت تورية نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني الأخت ما شاء الله يعني ذكرت بس أنا عندي بس نقطة يعني عجبني الفلو تبعها في التفكير نعم نقطة واحدة اتنين تلاتة اربعة أنا هيك بحب أنه يعني تكون نقاط محددة هيك نعم تفضلي نعم رخا الله أنا فقط يعني أضيف إنه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني رغبته يعني في الزواج منها بس كان اقتراح من السيدة خولة فكان هذا اقتراح منها يعني اقترحت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج وهي اللي راحت يعني وذكرت يعني هذا لأبو بكر رضي الله عنه فلم يكن يعني هناك اعتراض لا من الأم ولا من الأب ولا من المجتمع يعني مجتمع قريش يعني كانوا ينتظرون أي ذلة يعني حتى يعني يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم نرى هذا يعني لا من اليهود لا من المنافقين في المدينة يعني إنهم كان يعني شيء معتاد عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتظر كما تقول الروايات إنه انتظر ثلاث سنوات حتى يدخل بسيدة نعائشة رضي الله عنها فيعني انتظرها حتى بلغت فلو كان مثلا زي ما يقولون والعياذ بالله إنه إنسان شهواني يحب النساء فلماذا هذا الانتظار يعني فسبحان الله هذه كانت كلها أمور يعني طبيعية في المجتمع يعني المكي أو المجتمع العربي يعني أيضا عوامل بيئية كما تقول يعني دراسات كثيرة يعني حتى هنا في أمريكا يعني الدراسات يعني تقول إن البنت يعني لما تبلغ تكون مهيئة يعني للزواج وقبل يعني مئة سنة كانوا يزوجون البنات يعني على سن 12 يعني ما كانش عندهم مشاكل يعني فسبحان الله والأخت تطرقت إلى يعني العلم الذي تلقت يعني السيدة عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يعني يعني أحاديث كثيرة يعني الكل ما شاء الله يعرف الأحاديث يعني قوة الارتباط بين السيدة عائشة والرسول الحب الذي كان بينهم يعني سبحان الله يعني هذه مدرسة يعني مدرسة الحب يعني بين السيدة عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن الرسول لما سألوه من أحب الناس إليك قال عائشة فسبحان الله هذا يعني يبين قوة العلاقة بينهما فلماذا يعني يثيرون هذا والمشكلة يعني اللي أنا أريد أن أطرحها مش في المجتمع الأمريكي or non-Muslim but the problem is with the Muslims يعني المسلمين هذا حكينا في أول بداية المحاضرة قلنا إنه الشبهات هي موجودة عند المسلمين أكثر من غير المسلمين هذا صحيح نعم سبحان الله كثير من غير المسلمين يعني جاهل بالدين بعرفش إشي أصلا بالإسلام يعني قليل منهم اللي عندهم هذه الشبهات ولكن أكثر الناس اللي بيطرحوا هاي الشبهات أولادنا أولادنا بالأسف نعم بارك الله فيكي أزاك الله خيرا أختي ناس أنا شايف يرفع عيدك مع أنه مش بس رح خليكي المرأ تفضلي حبيتي لا أنا أعتذر بس هو كمان يعني إذا كاز جاز لي أن هناك نقطة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤية في المنام زواجه من السيدة عائشة ورؤية الأنبياء تعد وحي أيضا وأن في تعدد زيجات الرسول كل منها لها ظروف اجتماعية وسياسية وغير ذلك فإذا كان لي أن أتحدث في ذلك إن شاء الله سوف أتحدث إن شاء الله بالستنة عائشة رضي الله عنه أن نذكر هذه النقاط المهمة أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نذكر أن سيرته الذاتية هي فريدة من نوعها ولا يوجد سيرة ذاتية مشابهة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أفضل السير التي موجودة لدينا وهي أيضا من حياته هي تعتبر رول موديل يعني مثل أعلى لإلنا نحن نقتف في أثر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو حكمنا على شيء على أنه خاطئ فلابد لنا أن نحكم على هذا الشيء وفقا للثقافة المحيطة بها بهذه الممارسة فهل كان قبل 1400 سنة أن شخص يتزوج بنت عمرها 12 سنة هل هذا الشيء خاطئ أم لا كما قالت أحد الأخوات هنا بارك الله فيها قالت أن سيدتنا مريم عليه السلام على حسب أقوال بعض النصارى مثل الأرثوكس وغيرها يقول أنها تزوجت يوسف لما أنجبت الطفل يسوع أو عيسى عليه السلام كان عمرها 12 سنة وقد تزوجت يوسف على حسب قولهم وزعمهم في الكتاب المقدس كان عمره 90 سنة كان عمره 90 سنة كان كبير في السن فهل هذا معنى أن يوسف عنده هوس بالأطفال وأن لديه بودفوليا كما يقول بعض الناس فإذا كانت الثقافة توافق فإذا لا مشكلة صح وأن القرآن كما قالت الأخت إناس في النهاية أن القرآن هو المشرع وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد حلم بزواجه بسيدة عائشة رضي الله عنها ولم تكن هي الزوجة الأولى بالنسبة له نعم كان هناك أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وعبد الأوثان فمنهم يعني حاربوه بشدة وقالوا عنه أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كاذب وهكذا ولكن ولا واحد منهم قال عنه أنه كان يعني متزوج للأطفال وكان مولع بزواج الأطفال ولا واحد منهم لأنه في ذلك الوقت كانت الثقافة بالنسبة لها هذا كان شيء طبيعي أن البنت تتزوج تحت الثمانتعشر سنة كان هذا هو الشيء الطبيعي كان لو قالوا أنه كان مولع بالأطفال وأنه تزوج طفلة وهكذا كان هذا يعتبر طريقة ممتازة في محاولة تدمير الدين الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بستنة عائشة رضي الله وعلا إلا كانت عمرها 12 أو 13 سنة وهناك حديث آخر يقول 17 سنة نعم هو انتظر حتى سن البلوغ طيب لو جئنا على سن البلوغ كما قلت من بريتانيكا وهي موسوعة غير إسلامية تقول أن سن البلوغ هي المرحلة التي يتحول فيها الطفل إلى شخص بالغ بطبيعته قادر على الإنجاب قادر على الإنجاب كان السيدة عائشة رضي الله عنها مخطوبة لشخص آخر قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه عقبة بن المعيط لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب سيدنا عائشة من أبو بكر الصديق كانت هي مخطوبة فراح على عقبة بن المعيط وكان هو من الكفار قريش وقد كره أبو بكر ولم يرد أن يتحدث معه طبعا أبو بكر لم يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم تعالت واتزوجها وهي كان مخطوبة لا لأنه هذا لا يعتبر صحيح يعني فهو ذهب إلى عقبة بن المعيط ودق الباب مرتين ثلاثة وحاول أنه يكلمه لما يجي فتح الباب عقبة بن المعيط يجي أسكر الباب على نفسه وما رديش أنه يتكلم مع أبو بكر ففهم أبو بكر أن الخطبة قد انتهت خلاص هو مش عايزها فبعدها لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبها مرة أخرى أبو بكر رضي الله عنه رضي بذلك نجد أيضا من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صفية كانت يهودية كانت تبلغ من العمر أربعة عشر عاما فإذن ليست فقط العرب من كان يتزوج صغير بالسن ولكن أيضا كانوا اليهود وكانوا أيضا غير العرب أنا جدتي كانت نصرانية مسيحية تزوجته عمرها خمسة عشر أو ستعشر سنة كانت تبلغ من العمر أربعة عشر عاما عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو الزوج الأول لها كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الثالث يعني فإذن في أي سن هي تزوجت عندما تزوجت الأول لو عدنا إلى الماضي أو في كما قلنا عن المناطق النائية مثل القرى البعيدة عن المدارس وبعيدة عن التعليم ماذا كانت النساء تفكر في ماذا؟ إنها إيش كان طموحها في المستقبل؟ إنها تدرس وتجيش شهادة؟ لم يكن هذا أبداً كانت المرأة تفكر أنها ستتزوج إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان كريم إنسان له صيت وسمعة، إنسان غني ممكن وأن هذا الشخص سيعاملها بشكل جيد وأنها ستنجي بالأطفال وهذا الطفل سيأخذ اسم الأب وهكذا، هذا مكان يفكر فيه النساء سابقاً وما زال إلى وقتنا الحالي في بعض المناطق لو نظرنا أيضاً إلى هذه الخريطة عن سن الزواج حول العالم نجد أن معظم البلاد يجوز الزواج في سن مبكر قبل سن الثامن عشر لو جئنا أيضاً إلى الوقت سابقاً زمان يعني قبل 1400 سنة نجد أن التركيبة الجسمانية للأشخاص الزمان كان مختلف فنجد أن البنات اللي ساكنين في الصحراء يبلغوا أسرع بكثير من البنات اللي ساكنين مثلاً في الثلوج وفي البرد نجد أيضاً أنه كان جسمهم أكبر يعني زمان كان في بعض الصحابة مثل القعقاء كان عندما يجلس على الحصان كان رجله تصل إلى الأرض والحصان عالي فإذن الجسم كان مختلف يعني طريقة بناء الجسم كان مختلف تحدثنا عن الفلبين وسن الثاني عشر ما زال إلى الآن هو سن الزواج وجاء أي شخص يريد أن يقول أن هذا اقتصاب للأطفال فلابد أن يثبت أنه لأنه اقتصاب للأطفال يجب أن هذه الطفلة قد عانت من أزمة نفسية أو عانت من صدمة أو شيء زي هيك لكن نجد أن معظم البنات اللواتي تزوجنا تحت الثامن عشر لم يحصل لديهم هذه الصدمة التي يقولون عنها أي شيء نجد أيضاً أنه في بعض القصص الموجودة في الأخبار أن هناك تسع سنوات واثناشر سنة قد أنجبوا أطفال وهذا يدل أن البنت عندما تنجي بالطفل فهي جاهزة لإنجاب الطفل وهي جاهزة لتكون أما بارك الله فيكم نعم أخت إناس تفضلي أعتذر على المدخلة ولكن ما لاحظته هنا في نيويورك أو في الغرب أنه يمكن أن تكوني بالشارع مرة وتري طفلة أصغر من هذا السن وتجر طفل صغير أو طفلين وهي صغيرة جداً في السن وعفواً بدون أب فإذا كانوا هم يعني يوفقون على ذلك ويذهبون إلى المستشفى وتضع ويعطوها مبالغ مالية فمن باب أولى أن يكونوا بشكل شرعي وأن لدينا في الدول العربية ومنذ القدم أن الزواج في سن بتاسعة كانت عمتي بديفيرتين وتلعب في الفناء في المنزل وهي متزوجة فتلك الشبهات هي وضعت بشكل يعني فيها تعصف ودون أي حكمة أشكري جداً وأصفع المقطع لا أبداً سبحان الله أقول لك كمان شغلة تانية أنه أنا قلت في أول محاضرة أول شيء لما تكلمت على بعض الأمثلة كان لي صديقة أمريكية أمريكية غير مسلمة عمرها 17 سنة وعندها ثلاث أطفال أورادي أورادي عندها ثلاث أطفال هنا في أمريكا طيب يعني بالنسبة طبعاً لناس كتير بيقولك هذه حياتها دمرت حياتها ولم تستطع أن تكمل دراستها طيب هذا كان هو اختيارها أن يكون لديها الأطفال هكذا إن كان بخطأ أو غير خطأ يعني أفرض إنها لأنه بالنسبة لهم التجربة الجنسية هذا بالنسبة لهم شيء مهم جداً في أمريكا أو في الغرب بشكل عام إن كان بخطأ أو غير خطأ هي جاهزة لتكون أم هي أصبح عمرها 17 سنة عندها ثلاث أطفال تدير بيت وتدير أطفال إن كان بزوج أو بغير زوج هي جاهزة لأن تكون أم جاهزة لتدير بيت يعني فالمفروض إنه إحنا لا نحكم على ذلك من خلال الثقافة العامة لتلك البلد نعم ترجمة نانسي قنقر